اشتركوا في القناة في الأذهان أن يكون هذا المدافع الكبير هذا الرمز الكبير آية الله نمر باقر النمر أن يكون مشمولا في هذا الأسبوع فاقترح بعض الأخوة أن نجعل لسماحة الشيخ النمر أسبوعا خاصا به لكي نوفي حقه أكثر خاصة وأن في البحرين علماء كثر موجودين في السجون بعض منهم خرج والبعض الآخر لا يزال هناك أكثر من 17 عالم دين من الفضلاء وبعضهم من الفقهاء ومدرسي درس الخارج والذين يحضرون درس الخارج كالعلامة كآية الله سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد كالعلامة سماحة الشيخ المحفوظ وغيرهم من العلماء وفاء لهذا الرمز الكبير والمدافع الحقيقي آية الله النمر الذي كان شريكا معنا في ثورة البحرين ومدافعا صلبا عن هذه الثورة وممن رفدوها بكثير من التوجيهات وفاء له وتضامنا معه قررنا أن نقيم اسبوعا خاصا للتضامن معه أسميناه فقيه الإيمان والجهاد وتحت شعار وتحت هذا الشعار فقيه الإيمان والجهاد آية الله نمر باقر النمر نقيم هذا الإسبوع ابتداء من 11 إلى 17 يونيو الموافق 12 إلى 18 شهر شعبان آية الله النمر غني عن التعريف هو رمز كبير ومدافع صلب هو جسد قيم الإيمان وقيم الجهاد اتفقت قوى الحراك الثوري في البحرين وفي المنطقة الشرقية على المشاركة في هذا الإسبوع في إحياء هذا الإسبوع لتؤدي بعضا من حق هذا الرمز الكبير هذا المجاهد الكبير لا سيما وهو لا يزال تحت قبضة الجلادين لا يزال تحت قبضة الظلمة الذين لا يتورعون عن إصدار أي حكم تجاه المجاهدين والمطالبين بحقوقهم وحقوق شعوبهم آية الله النمر رمز كبير صاحب أفضال على البحرين وعلى المنطقة الشرقية وصاحب رؤية ثاقبة وصاحب رأي يعتد به نتضامن معه جميعا نشارك معه في هذا الإسبوع من أجل أن نؤدي بعضا من حقه ونؤدي بعض الوفاء لصاحب الوفاء للرمز الكبير آية الله نمر باقر النمر اشتركوا في القناة